السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في مادة الميكانيكة الهندسية ذلك من خلال الشابتر رقم 4 اللي هو عنوان distributed forces, center widths and centers of gravity طيب هنواصل في حل المسألة رقم 3 علشان نفهم بها أكثر الشابتر هذا السؤال يقول لك جيب مكان center بتاعت الجرافيتي بالنسبة للشكل الهندسي الموجود هذا أول شيء الشكل هذا معه بشكل عادي يعني لازم نقسمه إلى أشكال هندسية منتظمة أول شكل اللي يمكن نقسمه به اللي هو المستطيل يعني نقدر نقول أنه هذا كله مستطيل اللي هو رقم 1 الشكل الرقم 2 اللي هو المتبقي اللي هو المثلث اللي هو قائم الزاوية هذا الرقم 2 لكن نجمع الوان بلاس 2 ونتحصل على الشكل هذا كله كامل لكن حنحذف منه الشكل الثالث اللي هو الشكل الدائري القرص هذا هو رقم 3 يعني هذا رقم 1 ورقم 2 وهذا حيكون مينس رقم 3 طبعا هنا الأبعاد كلها بالمليمتر نقدر نحولها إلى المتر 0.2 هذه 0.2 هذه 0.15 متر هذه 0.125 0.125 متر نفس الشيء 0.125 طبعا هذه 0.06 متر بالنسبة للشكل الأول اللي هو يعني المستطيل هذا المستطيل هذا المساحة متاعه هتكونه الطول في العرض الطول اللي هو 0.4 يعني ليش 0.4 لأنه 0.2 مع 0.2 اللي هو الطول هذا كله فالعرض اللي هو 0.125 بتكون 0.250 النتيجة بتكون 0.1 بالنسبة للإكس يعني حتكون نص الإكس يعني على الطول حتكون 0.2 هي نص المسافة هاد هي هاد ونص المسافة هاد اللي هي نفسها يعني حتكون 0.125 اللي هي الواي لو ناخذ الأريا في الإكس يعني حنضرب الأريا في الإكس بتكون يعني 0.1 للسفر مية وخمس وعشرين بتكون 0.02 لو ناخذ الحين الأريا حنضربها في الواي يعني عفوا هنا الأريا في الإكس وهنا الأريا في الواي أوكي هنا يعني حناخذ 0.2 يعني مية وخمس وعشرين في السفر فاصل الواحد حيكون سفر فاصل السفر فاصل مية ومية وخمس وعشرين الشكل الثاني اللي هو المثلث هذا طبعا هنا حيكون مسافة ثلث هنضيف لها المسافة هذي يعني الإكس هتكون ثلث المسافة هذي يعني ثلث 0.16 يعني هتكون ثلث 0.16 لهي هذه فنضيف لها المسافة هذي كلها لهي 0.4 النتيجة بتكون يعني عفوا هذي هذي المساحة نحنا عاوزي المساح يعني هتكون طول في العرض على الاثنين يعني هتكون 0.15 في العرض في الطول اللي هو كم اللي هو 0.125 في الاثنين يعني على الاثنين يعني هتكون 0.125 على الاثنين في الاثنين ليش في الاثنين لأنه هذا مع هذا النتيجة بتكون 0.18 0.1875 نرجع للإكس الإكس حتكون مسافة هذي هنضربها في هذي هنضيف لها هذي الثلث يعني هتكون الثلث 0.15 مع 0.4 بتكون يعني 0.540 0.540 الواي هتكون الثلث يعني هتكون الثلث 0.150 هتكون النتيجة 0.083 بالنسبة للآريا في الإكس هتكون نتيجة 8.4 3 7 5 10 أقص 3 والآريا في الواي هتكون 1.5 6 2 5 10 أقص 3 الثلث الحين الروح للثري الثري هتكون تاعة آريا تاعة 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 5 R سكوار والآر اللي هي يعني النص القطر اللي هو 0.0 متر يعني هيكون 3.14 في 0.06 تربيع الأريا بتكون لكن بالماينس بتكون ناقص 0.0 1 1 3 بالنسبة للإكس على طول بتكون مسافة هذه اللي هي على طول 0.2 والواي بتكون مسافة هذه اللي هي 0.125 طبعا لو نضرب الـ x في الأريا يعني نضرب الـ x في الأريا بتكون بالماينس ما ننسى أنه هنا ماينس يعني هنحذف هتكون ناقص 2 2 2 6 2 10 3 هنا الأريا في الواي هنضرب الواي في الأريا نفس الشيء بالسالب 1.4 1 3 7 10 3 بالنسبة للإكس على طول الإكس بتكون سيجما إكس أريا على سيجما أريا يعني هتكون المجموعة منتع سيجما إكس أريا على الأريا هتكون على طول النتيجة اللي هي يعني سفر فاصل 243 متر والواي هتكون سيجما إكس واي على سيجما أريا هتكون يعني سفر فاصل مية وسبعتاش فاصل يعني متر هذه هي الواي وهذه هي الـ إكس طريقة هذي نكون وجبنا الإكس والواي اللي هي يعني الأبعاد متع مركز الثقل ومتعة الشكل هذا طيب الحين نمر للبروبلم رقم أربعة في البروبلم رقم أربعة بيعطينا البي اللي هو الزع السيبورت في الاي بيكون بين اي كورولر وهنا في البي بيكون بين يعني يعني القيمة متعة القوة هذي كلها عاوزين نعوذها بقوة واحدة لشان نعوذها بقوة واحدة نفس الشيء نقدر نقسم إلى يعني مساحات يعني معلومة مثلا الشكل هذا اللي هو التوزيع متعة القوة نقدر نقسم إلى مثلثين مثل مثلث هذا مثلث هذا هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين طبعا نبحث متعة المثالة الأول اللي هي يعني هي 1500 نيوتر نقدر نكتبها 1.5 كيلو نيوتر نفس الشيء هذه 4500 تصبح 4.5 كيلو نيوتر عشان نختصر يعني الكتاب حولناها إلى كيلو نيوتر وهذا هو المثالة الأول والمثالة الثانية يعني نقدر نرسمها بشكل جدود وبقول مثلا على النحو التالي مثلا هنأخذ الجدود هذا هنأخذ فيها الأجزاء امتعنا اللي הוא التريانجل الأول والتريانجل الثاني بالنسبة للتريانجل الأول عندك الأريا امتعه اللي هي قيمة يعني المساحة والأكس وبعدين هنأخذ الأكس في الأريا عشان نأخذ المثالة الأول مثلا اللي هو المثالة هذا هذا في المثلثة الأول كم تساوي الأريا متاعه اللي هي الطول في العرض يعني الطول كم اللي هو 6 في 1.5 على 2 يعني 7.5 على 2 يعني بتصبح 3 في 1.5 وتصبح 4.5 كيلو نيوتن ما ننسى أنه هذه الأريا بالكيلو نيوتن لأنها قيمة القوى هنا مساحة لكن المقصود بها هي مجموعة القوة لكن هتكون بالكيلو نيوتن طبعا الـ X متعة المثلة الأول هتكون ثلث المسافة هذه يعني هتكون هذه يعني الثلث من ناحية الزاوية القيمة هتكون الثلث متعة الـ 6 متكون 2 يعني الـ position متعة هتكون هذه 2 لو ناخذ الـ X في الـ Area يعني نضرب الـ X في الـ Area نكتبها هنا هنضرب 2 في الـ 4.5 هتكون 9 يعني هتكون 9 كيلو نيوتن متر يعني اللي هو العزم المثلث الثاني اللي هو هذا طبعا المثلث هذا هيكون يعني متوازل يعني هيكون القاعدة في الارتفاع القاعدة اللي هي 4.5 4.5 في الارتفاع يعني هتكون 4.5 في الـ 6 المساحة متعته هتكون يعني 4.5 في الـ 6 حتكون يعني تلتاشر ونص تلتاشر ونص كيلو لكن المساحة لكن السنتر حيكون هنا أوكي يعني حيكون المسافة هذه اللي هي الثلث هذه الثلث ومنحي هذه الثلثين يعني حتكون ثلثين ستة يعني الثلثين في ستة حتكون يعني الثلثين في ثلاثة ثلاثة على ثلاثة يساوي أربعة هنا هنا حتكون أربعة بالنسبة للإكس في الآري حتكون أربعة في ثلاثتاش ونص حتكون يعني أربعة ومسين أوكي طبعا على طول نقدر نجيب هذه اللي هي المجموعة بتاحها بتعطم هذه الثلثين هي تساوي السيجما إكس آريا والآريا هذي بكلها يعني السيجما آريا بتكون هذه الثمنتاش وهني المجموعة أربعة ونصف ما تلتاش ونصف يساوي ثمنتاش والمجموعة مع أربعة وخمسين ومع تسع يساوي ثلاثة وستين يعني الأكس تساوي كم؟ تساوي السيجما إكس آريا اللي هي هذي هنقسمها على السيجما آريا يعني هتكون ثلاثة وستين على ثمنتاش ثلاثة وستين على ثمنتاش هتكون يعني ثلاثة ونصف متر يعني البوزوشن متاع كل القوة هتكون مركزة في على بعد ثلاثة ونصف متر وكم يساوي المجموعة بتاعت القوة؟ يعني القوة كلها هتكون ثمنتاش يعني نقدر نقول أنه هنا نعوذ القوة يعني الوحيدة اللي هي على مسافة ثلاثة ونصف متر يعني نبعد هنا مسافة ثلاثة ونصف طبعا ثلاثة ونصف بتكون تقريبا هذا النصف يعني هنا ثلاثة ونصف تقريبا هذه المسافة على بعد المسافة هذه هنحط القوة اللي هي القوة كلها اللي هي الاف الاف هذي قيمتها كم؟ اللي هي الطوطة لامتاحها اللي هي ثمنتاش ثمنتاشر كيلو نيوتن نعم ننسى أننا حولناها للكيلو نيوتن تبعد على مسافة ثلاثة ونصف متر يعني الاف هي الكنسنتريتد لوت اللي هي موجود الكيفالنت هنسميها الكيفالنت يعني اللي هي الاف اللي هي هذي يعني شفت الرسمة هذي كلها حوضناها بالرسمة هذه بقوة واحدة اللي هي الآف 18 كيلو نيوتون لبعد مسافة 3.5 متر طيب في نفس البروبلم هنمر للسؤال الثاني بيقولك يعني هنا فيه يعني في النقطة A مثلا في قوة واحدة اللي هي الآي هنا في البي في بين هيكون قوتين اللي هي بي واي وبي اكس عاوزين نعرف القيمة بتاعة القوة هذه اللي هي البي اكس والبي واي لكن ما ننسى أن الرسمة هذه كلها أصبحت بالشكل التالي يعني احنا نبعث مسافة قيمتها ثلاثة ونص زي ما شفنا بالسؤال اللي فات وهذه مسافة يعني قيمتها 18 كيلو نيوتون يعني مش هنشتغل الرسمة نشتغل الرسمة الجديدة هذه يعني ما ننسى هنا فيه قوة اللي هي بي واي وهنا قوة بي اكس وهنا القوة اللي هي A عاوزين نعرف قيمة البي واي والبي اكس والأي طبعا على طول كل القوة كلها موجودة على المحور يعني على طول هتكون سيجما F اكس يساوي سفر يعني على طول القوة الوحيدة اللي هي البي اكس البي اكس يساوي سفر ما تحتاج يعني أنك تجيب البي اكس علشان نجيب البي واي والأي واي هنستعمل هنستعمل السيجما ام اي عفوا السيجما ام اي يساوي سفر يعني العزمة تحت حولها تحت كل القوة على النقطة اي يساوي سفر طيب هنبدأ بالقوة الأولى اللي هي هذه النقطة اي اللي هي النقطة اللي القوة بي واي المسافة اللي هي تبع ستة يعني حتكون بي واي في الستة لكن اللفة حتكون في الاتجاه هذا حتكون معها قرب الساعة حتكون بلاس القوة الثانية اللي هي 18 كيلو نيوتن المسافة هذه زي ما قلنا 3.5 اللفة حتكون في الاتجاه هذا حتكون معها قرب الساعة حتكون ناقص 18 كيلو نيوتن في المسافة اللي هي 3.5 متر طيب خلاص وبالنسبة للعزمة بتاعة القوة بمن المر من النقطة يعني العزمة تاحها يكون على طول 0 يعني فيه بس قوتين اللي هي 18 وبي واي في المعادلة هذه نقدر نجيب البي واي البي واي على طول بتكون 18 في 3.5 لنأخذناها ديجا هذا بتكون بلاس نقسمها على 6 على طول البي واي بتكون 10.5 كيلو نيوتن هذه يعني جبنا البي واي بالنسبة للأي يعني علشان نجيب الأي هتكون بالنسبة للسيجما طبعا العزمة بتاعة البي واي يساوي سفر اللي أنا نمر من النقطة العزمة بتاعة النقطة هيكون المسافة اللي هي الستة في الأي يعني حتكون اي الستة متر لكن حيكون في الاتجاه هذا معقر بالساعة حيكون بالمينس بالنسبة للثمنتاشا كيلو نيوتن مسافة اللي تبعدها على النقطة بي حتكون هذه اللي هي حتكون الستة ناقص ثلاثة ونص يعني هذه ثلاثة ونص وهذه ستة كلها يعني حتكون ستة ألا ثلاثة ونص حنضربها في الثمنتاشر كيلو نيوتن لكن الاتجاه متاحة حيكون عكس عقار بالساعة عشان كده حيكون بلاس يعني هنا حتكون بلاس يساوي سفر طبعا المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هو الآي يعني على طول نبدأ نجيب الآي نقدر نقول إنه الآي تساوي ستة ناقص ثلاثة فصل خمسة الثمنتاشر على ستة يعني النتيجة بتكون سبعة ونص كيلو نيوتن خلاص الآي تساوي سبعة ونص سبعة فاصل خمسة سبعة فاصل خمسة كيلو نيوتن خلاص جبنا الآي وجبنا البي يعني جاوبنا على السؤال اللي يكون عاوز قيمة الآي وقيمة البي في الحالات هذه طيب هذا هو الحل متاع البربلام أربع نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته